اشتركوا في القناة وصلت دائماً نقول أنها حصلتنا بسلوكاتنا نيومية ومهاراتنا التي تصلنا بإذن الله تبارك وتعالى إلى النجاح القوي والنجاح الدائم بإذن الله تبارك وتعالى لا يمكن أعيد وأكرر في كل حلقة تقريباً أننا لا يمكن أن نكون ناجحين إذا لم نكن نكتسب المهارات الكافية سواء في دراستنا سواء في مهنتنا سواء في علاقاتنا سواء في أسراتنا سواء حتى مع ذاتنا وشخصياتنا إذا لم نكن نمتلك تلك المهارات التي تجعونا أقوية واثقين من أنفسنا فلا يمكن أننا ننجح حديثنا اليوم أيها الأحبة الكرام يتمثل في الحديث عن ثلاثية أو أسرار النجاح نتكلم على ثلاث نقاط أساسية من أسرار النجاح ربما سمعتم عن كثير من أسرار النجاح سمعتم عن الكثير في هذا المجال ربما فيكم من قرأ الكثير من الكتب في هذا المجال لأن الناس كلهم يبحثون عن النجاح حتى الطالب الذي ربما لا يراجع في بيته ولا يراجع دروسه عندما تقوله تجد أن تنجح يقول لك أنا أريد أن أنجح أنا أريد أن أكون ناجح حتى ذلك الشاب الذي يجلس بين الجدران وفي الأحياء من دونه أن يقوم بأي شيء إذا سألته أتريد أن تكون ناجحا يقول لك أريد أن أكون ناجحا لكن الذي لا ينبغي الذي عفو الذي ينبغي أن ننتبه إليه أن النجاح لا يتأتى ولا يمكن أن يأتي هكذا من دون مهارة كما كنا نسلف سئل أحد كبار رجال الأعمال عن ما هي أسرار النجاح ما هي أسرار النجاح قال أسرار النجاح في ثلاث أشياء التي سنتحدث عنها اليوم السر الأول قال أن تحدد ما الذي تريده بالضبط السر الثاني أن تقيم وتحدد ما الثمن الذي ينبغي أن تدفعه للحصول على ما تريد والأمر الثالث ينبغي أن تكون مستعدا وتأخذ القرار أن تدفع ذلك الثمن يتحقق على ما تريد ثلاثية جعلتني أتوقف عنها في هذا العدد لأتوقف عنها لأنها بالفعل هي مصدر النجاح وهي مكمن النجاح لأنها كانت إذا كانت تحدثنا عن النقطة الأولى أن تعرف من الذي تريده بالضبط إذا لم تكن من الذي تعرفه إذا كنت لا تعرف ما الذي تريده بالضبط في مهنتك في دراستك في تجارتك والأخطر من ذلك كله في حياتك فلن تكون ناجحا لن تكون ناجحا وإذلك لابد عن الإنسان أن يعرف ما الذي يريده بالضبط أنت تريد أن تنجح دراسيا ما الذي تريده بالضبط في هذا النجاح الدراسي تريد أن تكون لديك مهنة ما هي هذه المهنة بالضبط التي تريدها تريد أن تذهب إلى السوق التي تشتريه وتتسوق ما الذي تريد أن تشتريه بالضبط لأنك تذهب إلى دور 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 تسفت لك أشياء لا تريدها ومن هنا فتحديد ما الذي تريده بالضبط ما الذي تريده في مهنتك ما الذي تريده في علاقاتك ما الذي تريده في كسابك للمال ما الذي تريده في أسرتك ما الذي تريده في تربية أبنائك ما الذي تريده في زواجك وفي علاقاتك مع زوجتك ما الذي تريده في علاقاتك مع الآخرين ما الذي تريده بالضبط في علاقتك مع الله تبارك وتعالى إذن الخطوة الأولى من خطوات النجاح أن تحدد ما الذي تريده بالضبط الأمر الثاني أن تسأل وتبحث ما هو الثمن الذي تدفعه من أجل أن تكون أو أن تحصل على ما تريد كل الأمور في الدنيا التي تريد أن نحصل عليها فنحتاج أن ندفع ثمنها تريد أن تشتري سيارة فالسيارة لا يمكن أن تأتيك من السماء هكذا وإنما ينبغع لأن تدفع ثمن هذه السيارة حتى وإن كان أهذيت إليك السيارة من ثمن تكون قد دفعت ثمنها بطريقة أخرى قد دفعت ثمن معنوي فاستحقيت من خلاله أن تهدى إليك هذه السيارة أو شيء من قبل فإذن أن تحدد ما هو الثمن الذي ينبغي أن يكون عندك وينبغي أن تدفعه من أجل حصول على ما تريد وأظن أن النجاح في الحياة ليس بشيء سهل وأظن أن النجاح في الحياة هو أقوى شيء يبحث عنه الناس اليوم ومن هنا أن تبحث عن الثمن الذي ينبغي أن تدفعه حتى تحصل على ما تريد الثمن الذي ينبغي أن تدفعه لتحصل على ما تريد ثم أن تكون مستعداً وتأخذ القرار لتحصل على ما تريد إذا لم تأخذ قرارك بشكل إيجابي وتأخذ قرارك بشكل قوي لتحصل على ما تريد فلن تكون ناجحاً ألبتاً ومن هنا أيها الأحبة الكرام الحياة تحتاج مننا إلى العطاء الحياة بقدر ما نعطيها بقدر ما تعطينا الحياة بقدر ما نبحث عن أهدافنا فيها نبحث عن آماننا فيها نبحث عن أحلامنا فيها وننفع ثمن هذه الأحلام وهذه الغايات وهذه الأهداف ونكون مستعدين لدفع ذلك الثمن فإننا نستطيع أن نكون ناجحين يعني الكثير من الناس يحلمون أجل تحقيق الكثير من الأشياء لكنهم ليسوا مستعدين أن يدفعوا ذلك الثمن إذا كان ثمنك في نجاحك في عملك أن تسيقظه وبكر فهذا ثمن ينبغي أن تدفعه تستطيع أو لا تستطيع فينبغي عليك أن تدفع ذلك الثمن إذا كان ما تريده هو نجاحك في علاقتك مع ربك سبحانه وتعالى فينبغي أن تدفع الثمن في التعب في الصلاة في الصيام في الطاعات في فعل الخيرات حتى تكون علاقتك مع الله سبحانه وتعالى كما تريدها وقص على ذلك كل الأشياء التي في الحياة لا يمكن أيها الأحبة الكرام أن ننعم بالنجاح إذا لم ندفع الثمن ونخفض القرار بدفع الثمن إذن هي ثلاثية أساسية في تحقيقي وهي أسرار من أسرار النجاح يتحدث عنها هذا الناجح هذا الناجح الأمر الأول أنك تحدد ما الذي تريده الأمر الثاني أن تحدد الثمن والأمر الثالث أنك تكون مستعدا وأخذ القرار لدفع ذلك الثمن إنا أن نلقاكم أيها الأحبة الكرام في عدد قادم من حساتنا حسط مهارات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته